شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي شهد الاحتفال بتخريج الدفعة الخامسة والسادسة من المعهد الصحي للإنس والذكور وذلك بحضور الفريق أسام عسكر رئيسي أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية ألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل فيها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للخرجين الجدد وأسرهم موضحا أن أبناء القوات المسلحة وهيئة إمداد وتموين القوات المسلحة دائما ما يضربون المسألة في الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته ومكشيرا إلى الدور الذي يلعبه التمريد في تقديم رعاية صحية متطورة للمرضى كما قام الفريق أول محمد زكي بتقليد أوائل الخرجين نوط الواجب العذكري من الدرجة الثالثة والذي صدق على منحيه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة اشتركوا في القناة